هل مشكل جاري أن نشر على تطبيقك الخاص فيسبوك؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق فيسبوك ثم نضغط على فيسبوك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل ثم نضغط على متجر جوجل هنا ثم نأتي سوف تقوم بالبحث عن تطبيق فيسبوك سوف تظهر معك على هذا الشكل سوف تظهر معك تحديد تقوم بالضغط عليه ليتم تحديد التطبيق حل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الشراك والتخطر للسيطة اللايك ونتقل في فيديو آخر إن شاء الله